هنتكلم النهاردة فيه الانفوميشن سيستمز بداية بموضوع الاتواميتد اكاونتين انفوميشن سيستم مصطلح زي ما احنا شايفينه بهذا الوعد تاني بأكد مش مطلوب مني قعد امسك المصطلحات والتعريف احفظ كلمة كلمة وحرف حرف حضايا وقت ومش هفهم وده الاهم وغالي ما مش عارف اجاوب لو حفظت انا محتاج افهم كل التعريف والمفاهيم اللي عدقى بني ده كله مش مطالب ان انا احفظ الكلام ده محدش هيعضي يقول لي سمع واخد اهز نفس كده واسمع مفيش الكلام ده لازم افهم عشان اعرف اجاب مع الكي ووردز بتاعتي واخدت باقي الكلام من مفهوبي القصة ايه? انا سيستم الحسابات عندي ورقين عايز قعدي في الالكترونيك الكمبيوتر من خلال بقى البروجرمز والابليكيشنز اللي بنتكلم عليها عشان يبقى السيستم ده بدأ ما هو موجود على الورق يبقى موجود على الكمبيوتر فايبقى دورة محسابية مستندية ورقية تعدي على الالكترونيك اللي غالبا طبعا انا كراجل يوزر عادي ما بشوفهاش دي عبارة بتتم بقى من خلال والبروجرامينج والديزاينينج بتاع البرنامج والقصة دي اللي انا ما يبقاش لي تدخل كبير او فيها يمكن عملية الدزاين في في البداية عشان اقسم مين عيروح فين وايه يسمع في ايه وخلاص وبعد كده بتكمل شغلي كالراجل يوزر عادي ما ببقاش شايف ايه اللي بيحصل بقى انا بخط رقم على اجمعه على رقم تاني تطلع لي النتيجة ما بشوفش العملية دي بتتم جوة ازاي بس بشوف نتيجة فانا كل اللي يهمني في النهاية اوصل ان السيستم بتاعي ده موجود على الكمبيوتر كمبيوتر بيزد طبعا نوفر اه يعني حجم شغل كبير وقت مجهود كلنا طبعا مرنا بالتلام ده وشوفناه وعرفناه كتير مننا يعني الا ما اعتقدش ان يكون لسه لحد شغال بمستندات ودفاتر زي زمان حتة الدفاتر ده يمكن المستندات نفسها البيبر بيزد دي الى حد كبير اختفت في بعض الصناعات تماما زي موضوع مسلا تذاكر الطيران كنا زمان تذاكر الطيران دفتر وفيع كده عبارة عن عشر خمستاشر عشر صفحة فيها تعليمات وفيها الامن والسلامة وفيها 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 تطور الموضوع ان هو بقى ورقة واحدة تطبعها تروح بيها المطار تطور الموضوع انك النهاردة بتروح بالتابلت بتاعك او بتليفون بتاعك بتصهر له التسكرة بتاعتك وممكن بس برقم التسكرة او بالكود بتاع الموضوع كله يتم انتش محتاج حاجة خالص فالدنيا والامور كلها بتتطور ان العملية يبقى البروسيس اسرع اكيد في الكمبيوتر العملية اسرع اسهل وقت اقل مجهود اقل حجم حتى شغل وورق وتخزين واركايفز وكلام ده النهاردة برضو الدرائد عندنا في كل دول عربية بنشوف الكلام ده بنفسنا بيعتمد البرنامج المحسبي بتاعك ويراجع عليك من خلال البرنامج المحسبي بتاعك معادش بيبص على مستنادات الا في عينات معينة وحجم معين ويبدأ يطلب اصول القصة كان اساسها ماشي ازاي حجوزات الفنادق وحجوزات السياحة والقصة دي كلها كل ده النهاردة بقى بيتم على الكمبيوتر بتخش تحجز على الويد سايت يطلع لك كود يطلع لك ايميل على الايميل بتاعك اا يطلع لك كونفورميشن على الابليكيشن بتاعت الموبايل ما عربتش بيتبعت لك ورقة ولا بسطة ولا الكلام ده حتى الجوابات والبسطة والقصة دي تم استبدالها بالايميلات اللي انت بقى حر يعطي اريدها على الشاشة بعد كده يا اما تطبعها حاجة ايه حتى ارجع لك ولكن العملية بنقلل عملية استخدام الورق عايزين ننقل الحجم الورق الكبير قوي ده في جهاز الكمبيوتر الصغير اللي قدام كل واحد فينا بالواجه. دي الفكرة ببساطة. يا احسن كان ده ايه? طب بقى الناس بقى للمحاسبين ببرامج المحاسبية اللي بسموها او او اي امكان. طالب اننا في المنهج نأكد على معلومة مهمة. هي قبل كده في قصة عرفنا ان هي عبارة عن اللي هي كل اللي موجودة في الشركة. اللي بتؤدي في النهاية انا بحاول ادرس اللي بعمل القصة دي والوظائف اللي موجودة في الشركة القصة دي كلها مش هنعيد الكلام ده تاني ان انا اوصل يردي العميل بتاعي دي للعميل بتاعي. من حيث هو متقطعه او متفق عليه. وكوست او برايس بالنسبة له مناسب للكوالي ده. فانا عايز اسيب في الوظائف اللي تؤدي المهمة دي. في النهاية ده بيصبح كفاليو و كمصلحة للشركة نفسها. لان العميل هيبقى صوتصفائد. هيبقى ربيد الكلاينت. هيبقى لي تاني. هيبقى للشركة بتاعتي. الناس هتجيلي اكتر. هبيع احسن. احقق ارادات اعلى. اجيب ارباح اعلى. فالباليو تشين بالنسبة لي. هي تارجت. في النهاية ان انا ساتسفاي العميل ده. اقد فاليو للعميل ده. هي هي نفس الكلام اللي كنا هم قبل كده على قصة السابلايو تشين. ان انا بضيف الفانكشن او الوظيفة بتاعي التعاملاتي مع السابلايرز بتاعتي على الفاليو تشين بتاعي. نفس الكلام ونفس الكونست ونفس المفهوم ما فيوش اي تغيير. طب ايه علاقة بقى بالكلام ده. قالك والله احنا محتاجين نختار برنامج. نختار ابليكيشن نختار سيستم. يتناسب مع طبيعة النشاط بتاعي. مع ان هو يقد فاليو. للفاليو تشين اللي انا شغال فيها. عايز اوفر وقت. عايز اوفر مجهود. عايز احسس الكاستمر بالكلام ده. مش هينفع ان انا جيب برنامج يعطني مسلا. مش هينفع ان انا جيب برنامج يعقد الامور ويخليها كومبليكاتد. ولا سيما ان انت النهاردة زل التطور بقى اللي احنا بنتكلم عليه. الكاستمر قد يكون متداخل معاك في السيستم بتاعك. ازاي الكاستمر يبقى متداخل معايا في السيستم? النهاردة كم من الحجوزات والمشروعات بتحصل اونلاين. فالكاستمر بيخش يشتري البرودكت بتاعك اونلاين. ويدفعلك في حسابك في البنكة عن طريب كده الكارد اونلاين. كده كارد ديبت كارد اياه كد. بيدفعلك فلوسك اونلاين. فالكاستمر متداخل معاك. كلام ده يا جماعة مرتبط بالانفورميشن سيستم بتاعك والاكاونتين انفورميشن سيستم بتاعك. لان الكاستمر في النهاية شايف المخازن بتاعتك. الكاستمر لما بيجي يحجز اوضة في فندق بيشوف الاوض اللي فاضلة قد ايه. مش دي تباسكي بتاعتك. بيشوف الاسيتس اللي موجودة ومتحف في الطيارة اللي عايز يحجز عليها قد ايه. مش ديه برضو من جزء من شغلك. اما بيخش يشتري من اونلاين من امازون ولا من يشري ولا من سوق دوت كوم ولا من جوميا ولا من اه كل معظم النهاردة محلات الملابس بتشتغل اونلاين يا كمان. زارة ومزارة والقصص دي كلها. ناس كتيرة تشتغل كل ده مربوط بالانفورميشن سيستم بتاعه. هو مش محطوط اونلاين وخلاص. لانه بيخش. شوف المخازم. الجاكت ده موجود ولا لا? قلت انهم دي موجود ولا لا? المكتب اللي انا عشتري ده موجود ولا لا? تمام? فانا عايز في النهاية احط اكاونتنج انفورميشن سيستم بيسهل الامور يوفر لي في الوقت ويه الكلام ده طبيعيا عاكس على عميل في الاخر مش عايز اروح بقى دي بحاجة اا اا ومش مناسبة لطبيعة نشاطي وحاجة بفلوس قد كده بس عشان انا بستعرض الامور وخلاص قدام موظفيني بقى قدام الناس اللي برك في النهاية ده كوست عليا. الكوست ده انا مضطر اشهيله البرودكت بتاعي ولان كان على المدى الطويل زي ما درسنا موضوع البرايسنج قبل كده. فده عايز اختار الحاجة المناسبة لقصة بتاعتي توفر لي وقت توفر لي مجهود توفر لي قصة ان امكن. وتطلع معلومات. وقلنا قبل كده الكاركتوريستيكس بتاعة المعلومات. تكون اكيرت وتايملي مانور. انا عايز اشتغل مع سيستم يكون جوها معلومات اكيرت. يكون فيها نزاهة. تكون يقدر ان احنا اعتمد عليها. لو السيستم بتاعي غير مناسب. قد يكون الكلام ده مش صحيح. تكون في تايملي مانور. تكون المعلومات تايملي مانور. تايملي مانور. تايملي مانور. تايملي مانور. تايملي مانور. قلنا الكلام ده برضو قبل كده. يختصر لك القصة دي كلها يقول لك ان انا لما حب اضيف برنامج محاسبي. بعد بقى اللي شرحنا ده كله. على 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 أنا شغال فيه. او حتى سميها يوصلني ان عملية التشغيل بتاعتي تكون وتكون. يبقى النهاية او النتيجة النهائية لكل اللي قلناه ده. عايزين نوصل لمعلومات اكيرت. وفي الريت تايم. يعني عاكس الكلام ده على الفاليو تشين او السابلاي تشين. بشكل ان يكون الاوبريشن والتشغيل بتاعي سواء بقى في قسم الحسابات او برا قسم الحسابات. يكون العملية افيشنت. وتكون العملية افكتف. تمام?